دشنا محافظة محافظة تلاح جلو أركن أحمد تركيا الدورة التدريبية للمتطوعات من مناطق مدرية المضاربة ورأس العارة حول التدبير التكامل لحالات مرض الملاريا ومعالجتها التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بوزارة الصحة العامة والسكان بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وخلال التدشين الذي حضره مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد جابر وممثل بعثات المنظمة الدولية للهجرة في اليمن الدكتور بسام صالح ومدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بمكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور عادل السيد أكدى المحافظة تركيا أهمية تكثيف تنظيم الدورات التأهلية المتخصصة بالقطاع الصحي الطبي خاصة في مناطق مديريات المحافظة النائية من جانبه أوضح مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بوزارة الصحة العامة والسكان دكتور ياسر بهاشم أن مديرية المضاربة ورأس العارة تعد المديرية الثالثة بمحافظة الاحج التي يستهدفها البرنامج بعد مديريتي المسيمير وطور الباحة بإقامة دورة المتطوعات المجتمعية للتدبير التكاملي لحالات مرض الملاريا ومعارجتها للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إكساب عشرين متطوعة على مدى خمسة أيام بالمعلومات اللازمة وحقائب المعدات من الأدوية وأشريطة الفحوصات ومستلزمات أخرى للعمل الميداني